اشتركوا في القناة البرج الاسد هو الان موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة الربح والحرية والصلاح والاصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لينتقل بعديها الى منزلة الصرفة وهي منزلة الربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات وبما ان القمر موجود في برج الاسد معناته بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيعة طبعا والزوايا الفلكية ان اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهاي طبعا تاثيراتها لغاية يوم عشرة واحد ذروتها يوم ثماني واحد كانت مننشط فمن باشر باكثر من مسحة في اكثر من اتجاه في ذات الوقت كما انها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهذه الزاوية طبعا تاثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة واحد وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر فهمها بما سبق وبيزداد التوجه لا اجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهاي برضو تاثيراتها لغاية يوم تسعة واحد طبعا هاي زاوية بتعزز قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كمانها بتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي طبعا ذروتها الساعة تسعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي تاثيراتها من يوم ثمانية واحد ولغاية يوم احداش واحد طبعا ذروتها اليوم اللي هو تسعة واحد الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية فعنا القلب وشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها الا اذا كانت اضطرارية مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الاسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء عشر واحد طبعا رح يبدأ قلو المسار الساعة واحدة واثنين وكمسين دقيقة من فجر يوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واربعتاشر دقيقة عصرا من عصر يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعديها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم في تمام الساعة أربع وصد دقائق عصرا بصغير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة 100% القمر في الأسد حتى يوم عشر واحد سعيد الآن بنسبة 10% بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 50% أما ساعات الصباح فبصير منتحس بنسبة 60% لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 واحد سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات المساء من مساء اليوم الاثنين بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12 واحد منتحس بنسبة 5% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاث سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معاهم تعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للحب والغرام والمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر لبعض الاهتمامات مثل تصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو حتى مصاريف إضافية برج الجوزاء ابتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر لتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمع خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم مش إنك تتحرك اليوم وتتفاعل برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كان فيها مراوحة المكان وركود عليكم تتحلوا بالحكمة وواقعية تل الأمور بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذراء بيسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس لأن المكاسب اليوم كلها بعلاقاتك الاجتماعية برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني فترى فيها بعض الصعوبة برج القوس بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة وبعضك رح يشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل أهم مش إنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعادين برج الجديد بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل فعشان هيك بدك تحاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن اليوم تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو قرض مثلا برج الدلو ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحود إن بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم وكونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي خذوا قصة من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا